وقد جاء في فضل الأضاحي أحاديث كثيرة إلا أنه لا يثبت منها شيء من جهة فضل الأضحية وأجرها المرتب على فعلها أما من حيث إدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحرصه على الأضحية فهذا من ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وهو معلوم فإنه لم يترك الأضحية صلى الله عليه وسلم عليه مدة إقامته بالمدينة صلى الله عليه وسلم وكان يضحي بكبشين أقرنين أملحين وأثبت هذه السنة أصحابه فأخذوا بها ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بسنة المسلمين فقد جاء في الصحيح من حديث الباراء أنه قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فلنفسه ومن ذبح المقصود صلاة العيد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين فجعل الذبح بعد صلاة العيد من سنة المسلمين